نبقى في العرب تقول الانسداد السياسي يهيئ لعودة الاقتتال الاهلي في دارفور لم تتوقف اجواء الحرب في دارفور خلال الايام الماضية وعاد الاقتتال الاهلي من جديد وظهرت اشارات من بعض القوى الدولية تفيد بالضرورة عودة قوات حفظ السلام الى الاقليم الواقع في غرب السودان وشهد من قبل حربا بين عدد من مكوناته الاجتماعية لم تهدأ حداتها الا اثر سقوط نظام الرئيس عمر البشير وبعد سقوط مئات الضحايا بين قتلى ومصابين في منطقة الجنينة الاحد بدأت بعض القوى الخارجية تشعر بخطورة التأزم السياسي في السودان والذي ترى دوائر متعددة انه رأس الحربة التي ادت لاشتعال الموقف في اقليم دارفور وهو ما ينذر بتوسيع نطاق الاشتباكات التقليدية بين قبائل عربية واخرى افريقية وحملت جهات مختلفة القيادة العسكرية والحركات المسلحة والقوى السياسية مسؤولية تجدد الاقتتال في دارفور فمنذ سقوط البشير لم يشهد الاقليم هدوءا لفترة طويلة وبقي شبح الحرب يلوح عقب كل حادثة ولم يتم تنفيذ التفاهمات السياسية والترتيبات الامنية والتحركات الاجتماعية التي اقرها اتفاق جوبا للسلام بين السلطات الحاكمة في الخرطوم والحركات المسلحة التي لتزال تحتفظ بعتادها العسكرية اشتركوا في القناة